ارتداء الكيمامات كان من بين الإجراءات الاحترازية الهامة للوقاية من انتقال فيروس كورونا في فرنسا وبعد ان تجاوزت البلاد عتبت 30 مليون شخص لقوا جرعة واحدة على الاقل من اللقاح المضاد لكوفيد 19 عاد السلطات انها كسبت المعركة ضد الفيروس معركة قررت بعدها الغايج بارية وضع الكيمامات في الاماكن المفتوحة ارتداء الكيمامات في الاماكن العامة لم يعد اجباريا باستثناء حالة التجمعات وطوابير الانتظار وفي الاسواق او مدرجات الملعب على خلفية تحسن الاحصاءات الخاصة باصابة فيروس كورونا المستجد ارانت فرنسا ايضا رفع حظر التجول المفروض ليلا ابتداء من الاحد المقبل وقبل الموعد المحدد الذي كان مقررا نهاية الشهر الجاري حظر التجوال المفروض في الحادي عشر ليلا في البلاد والذي كان مقررا ان ينتهي في ثلاثين من شهر يونيو الجاري سينتهي يوم الاحد المقبل بعشرة ايام قبل الموعد المخاطط له كانت السلطات في فرنسا قد فرضت قيودا صحية مشددة للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد وبدأت برفعها بشكل تدريجي ابتداء من شهر ماي الماضي بعد ان حققت تحسن ملحوظا في الوضع الوبائي هذا وقد فاق اجمالي للصابات خمسة ملايين فيما تجاوز اجمالي الوفايات مائة وعشرة الاف حالة وفاة